هل سبق العقل الإسلام؟ يسأل سائل لماذا هذا العنوان؟ أجيب أقول إني لا أريد الكلام في جوانب من الإيمانيات أو في قضايا الجنة أو في قضايا النار رغم أنها مواضيع مباركة ولا بد منها لكن الكل يجيدها والكل يحسنها ونحن في زمن الشبكة العنكبوتية والذي استعمل أعداء الأمة في هذا العصر جميع الإمكانيات للحرب على الدين وللتشكيك في الأصول والثوابث فإني آثرت أن أقف على الثغر ولا أتراجع آثرت أن أرد على شرذمة ليست بالسهل على الإطلاق في حربها على الإسلام كما في طعنها في الأصول والثوابث كما في تشكيكها في تاريخ الإسلام والمسلمين السلسلة قلت هي تحت عنوان هل سبق العقل الإسلام لماذا هذا العنوان في هذا الوقت بالذات مرة ثانية لماذا هذا العنوان في هذا الوقت بالذات قلت بسبب الحرب الضروس بسبب الحرب الضروس على الإسلام والمسلمين في كل مكان ترجمة نانسي قنقر